السلام عليكم ورحبكم في قناة فيوات عالم سمسيم لي مغادين معكم الغريبية كاتذي اللي دا وكاتذي معالك وكاتذي كاتذوف الفم كنتمنى اه اه اتعجبكم من الوصفة وتبقوا معي حتى الله خالب تشوفوا الطريقة وتشوفوا المكونات وتحضير نخليكم على المقادر والطريقة تحضير وفرجة متعة عندنا في المكونات عند هناك خمس مبيات جرام دي الكوك نوع الجيد عند انها سaltetير البيطات وعندها كل كسام ديال السكر سنيده وجود كسان ديال زيت نباتين عندي ثلاثة الكوكس وارباع ديال المisma ومركظة وارباع ديال السميدة وجود اكياث السكر وفيانيلا وجود اكياث الخماية الحلويت في أتم مكانا لغارف ديال الكوكي سمسيم هنا ثلاثة ديال ليمونات محكوكين وعندي هنا الزفدة سنضيف المقادر في الصندوق الوصف سنضيف البيض سنضيف السكر ونضيفه مزيان بطارة بالكهربائي او بمونينيكس يعني كتطربت على الشكل البياط على الشكل هذا سنضيف زيت ونضيف المكونات كامل مع بعض سنضيف المكونات السميدة والكوك هما اللي ما غادي شي نخلطهم في مونينيكس سنضيف الزيت ونضيف القشور ديال الليمون عندي هنا ثلاثة ديال الليمونات حقيتهم سنضيف الكل مع بعض سنضيف بعد ما خلط كل شيء سنضيف الكوك ونخلط مزيان الكوك هاد الغريبية خصت الجي الكوك النوع الجيد يعني الكوك اللي كيكون من الدم يعني مزيت باش كتخرج الغريبية مزيونة سفي غادي نخلط مزيان ديك الكوك مع ديك البيط وديك شي اللي خلط الكل غادي نضيف المرباء الكوفيتير ديال مش مش كتطيل واحدة عليكة مزيونة في الغريبية وغادي نضيف الزبدة المقادر غادي نخليهم في صندوق الوصف سفي وغادي نخلط ديك المرباء مع الزبدة نخلط مزيان وغادي نضيف واحد قبصة الملح تصحيح الضوق سفي وغادي نخلط مزيان ديك ديك الكوك مع ديك الخالط الاول سفي غادي نضيف الجود الاكياس ديال السكر البانيلا جود الاكياس وغادي نضيف ده بس سميدةmile غادي نضيف الكاس سميدة غادي نضيف بالكس وانا كنخلط يعني ما غادي نضيفوش مرة واحدة يعني غادي نضيفوه بشويش بشويش الدت لي الثلاثة ديال كيسان واربع كاس يعني ثلاثة ديال كيسان واربع كاس تقريبا نص كيلو نص كيلو بقلي واحد شوي شسافي يعني من احسن نتعبروه بالكس باش كتجيكم مزيانة. صافي وغادي نخلط مزيان ديك الخالد ديال السميدة والكوك. غادي نضيف ديك التالت عندنا الكس واربعة ضيفته مع بعض. صافي وغادي نخلط مزيان حتى نحصل على العجين غد تكور لي العجينة. صافي كنحس بها صافي سالت. صافي غادي ندبا نكور العجينة صافي هي هاد القاوم اللي بغيت يعني مزيانة. صافي على الشكل هذا. دبا غادي ندف السكر سكر سبيسيال السكر ديال الحلويات ديال كتجي الغريبية مزيانة بمشي السكر ديال العبر. عندي هنا الماء الظهر غادي بقا نضيف اه يدي في الماء الظهر وغادي نكور العجين الغريبية وغادي نضيفها في السكر غلاسي. صافي حتى يعني نعمل واحد خمسة ولاستة ونغطصهم شويش في السكر غلاسي نخليهم واحد شويش فيها. ديك ساكن نعدلهم في الطاوة. صافي كان نستمر هيدا بيدي في الماء الظهر وكان عمي في السكر غلاسي. صافي حتى نشكل آآ الغريبية اللي عندي كاملة على الطريقة هادي. صافي دبا غادي نعمل في الطاوة لغادي دخل الفرن الفرن عندي مسخن مزيان عندي مسخن آآ وعندي وغادي نخلي آآ علاجه الجهات يعني مسخن من فوق ومن تحت. صافي ملي كان دخل الفرن كان نقص عليها كان نقص عليها الفرن صافي وكان كان نحسوها بدتك تشق يعني بدتك تشق اي في الفرن وبعدتك تشق صافي وكتب شويش مش حتى تحمر وكان نخرج يعني مكن خليش حتى تحمر كان نحش بيها صافي تحمرت شويش يعني من تحت صافي نخرجها على هذا الشكل هذا كتجي مشقوقة كتجي مزيونة بزف وحتف الماضاق وفي الشكل كتجي رائعة وكتجي الليدة بزف بزف آآ كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله يا ربي هالشكل دياله النهائي بعد ما حيته من الطاوة ديالفرن كتجي على شكل هذا كتجي مشقوقة وكتجي الليدة بزف الماضاق نتمنى تعجبكم وبالصحة والراحة الى الفيديو القادم ان شاء الله شكرا